المفروض نعود أطفالنا الصلاة من إمتى؟ وخصوصاً لأم عندها بنت بتحول تعودها وبتعلمها الصلاة إيه السن المناسب؟ أو من إمتى نبدأ نعودهم الصلاة؟ ده بداية يعني بسم الله الرحمن الرحيم نصلي ونسلم على المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن صحابته الكرام أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين على سلفنا رضوان الله تعالى عنهم أجمعين بداية المولى سبحانه وتعالى عندما يقول في كتابه العزيز إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً خصة الصلاة بالمؤمنين المؤمن هو الذي يقيم الصلاة وهو الذي يحافظ على مواقيت الصلاة وهو الذي يتحرى مواقيت الصلاة أما بالنسبة لسؤال حضرتك ربنا سبحانه وتعالى عندما فرض الصلاة وهي الركن الثاني بعد التوحيد والشهادة بعد الشهادتين وهي أشرف ما يقوم به العبد بينه وبين الله جل وعلا وفيها يناجي العبد ربه وفيها يقف بين يدي المولى سبحانه وتعالى وهي عماد الدين فمن أقام الصلاة فقد أقام الدين في نفسه وفي أسرته وفي بلدته وفي ما حوله ومن هدمها أي لم يقيم عليها أو لم يقوم بها فقد هدم الدين في نفسه هو فقط أما بالنسبة لكيفية تعلم أولادنا الصلاة وفي السن المناسب لهم عندما يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علموا أولادكم علموهم من سن السابعة واضربوهم عليها من سن العشرة إذن في سن السابعة يجب على الأم أن تهذب ابنتها وتعلمها كيفية الصلاة على الأب أن يأخذ ولده معه في المسجد يعلمه كيف يقف في الصف وكيف يتعامل مع المصلين وكيف يتعامل مع المسجد وكيفية التأدب في دخوله وخروجه من المسجد كذلك الأم في المنزل تعلم ابنتها كيفية الصلاة فرائد الصلاة أركان الصلاة الوضوء أولا وهو الوضوء أي الوضاء والحسن فتعلم ابنتها كيف تتوضى كيف تدخل الخلاء كيف تنظف نفسها جيدا كيف تتعامل مع نفسها في دورة المياه كيف تدخل عندما تدخل ماذا تقول وعندما تخرج ماذا تقول إذا دخلت تدخل بقدمها اليسرى وتقول مثلا قبل أن تدخل اللهم إني أعوذ بك من الخبس والخبائث وعندما تقضي حاجتها كيف تنظف نفسها جيدا ثم عند خروجها من الحمام تخرج بقدمها اليمنى وتقول غفرانك أو تقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وشفاني ترجمة نانسي قنقر